اليوم رانا في حلم والله في خيال وينها اللي قال ولا يتين دوف توصلها سكة الحديد وارك تتكلم على مشروع بإذن الله يتجاوز غلاف المال ينتاعه ومتاع خمس ملاير دولار خمس ملاير دولار راه ميزانية تعدول والله الحمد المجاورة لينما تلحقش المبلغ هذا اللي هو كي نقوله بأن المرشح انتاعنا المواطن عبد المجيد تبون ادايها من الدور الأول بالضربة القاضية والتنفس راح على المرتبة الثانية في تحليلنا كوننا رانا عندنا تجربة في إدارة الانتخابات عارفين لي أن الشعب راح ينتخب على الواقع عندما يشوف بأن السكة الحديدية اللي هي كانت حلم أنها تلحق من بشار التي يندوف أصبحت موجودة الآن في أرض الواقع ورانا شايفين وقفين عليها وهي حقيقة مش أن عبد المجيد تبون كرأي السابق وكمترش حاليا وضع حجر الأساس التاحة رانا نشوف فيها موجودة وماشية كيلومترات فبالتالي الشعب الجزائري راحوا عارفوا أين يحط الصوت نتاعوا وكي قلنا احنا حسب تحليلنا بأنه فايز بالضربة القاضية من الدور الأول ما ناش غالطين وبينيتنا أيام قصيرة ونشوفوا كيما قلنا احنا راح عبد المجيد تبون مترشح وقالوا ما هوش مترشح وترشح قلنا الآن بإذن الله حسب تحليلنا بأنه فايز وبالدور الأول جالوا مش فايز نشوفوا وش كل صحنا